السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاريخ اليوم هو الخامس من الشهر الخامس الخامس من شهر مايو 2021 موضوع اليوم هو مواصلة رفع العاسلات او اضافة العاسلة لخلية قوية فقط لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو حتى ينتشر باكبر قدر ممكن ليستفيد الكثير من الاخوة الذين بحاجة لمثل هذه الدروس في الفيديو السابق كنت كما ذكرت قد صورت عملية رفع العاسلة لكن الهاتف لا يسجل فاضطررت الى شرح ذلك نظري الان ساقوم برفع العاسلة وستشاهدون قوة هذه الخلية وكذلك طريقة او ما هي الاطارات التي ساقوم برفعها الى العاسلة وكيف اقوم بتعويض هذه الاطارات التي ساقوم برفعها الى العاسلة لو تشاهدون معي هذه هي قوة هذه الخلية بمجرد رفع الغطاء ندرك من خلالها قوة الخلية يعني كما تشاهدون هناك نحل كثيف او نحل اضافي زائد عن الخلية هناك نحل كثيف جدا داخل الخلية اي ان هذه الخلية قوية جدا بحاجة مسى الى رفع العاسلة ما ساقوم به الان هو رفع كل الاطارات والبحث في حالة ما اذا كان هناك بيوت ملكية البيوت التي يبنيها النحل قصداء التطريق هذه الخلية كما ذكرت خلية قوية وكثيفة كما يجب هذه الخلية او مثل عافون مثل هذه الخلية تصبح ضرورة جدا او ضروري جدا نرفع العاسلة له بسم الله هذا اول اطار وهو عبارة عن حضنة مغلقة وكذلك من الجهة السفلية عسل مختم اي فيه عسل مختم هذه الخلية توسعت حتى الى اطراف الخلية طبعا الاطارات التي تحتوي على هلال العسل لا نقوم برفعها الى العسل أنا فقط وضعت هذا الاطار في العاسلة حتى افسح المجال لرفع باقي الاطارات نقوم برفع الاطارات التي فيها حضنة مغلقة فقط حتى ان الحضنة المفتوحة لا نقوم برفعها اطارات العاسلة لا يجب رفع الاطارات التي فيها عسل وكذلك الاطارات التي تحتوي على حضنة مفتوحة وكذلك البيض نقوم فقط برفع الاطارات التي هي حضنة مغلقة كلية هذا الاطار تقريبا كله عسل يعني الجزء الكثير أو الجزء الأكبر منه عبارة عن عسل وكذلك هذا الاطار لا نقوم برفعه إلى العاسلة نضعه كأول اطار على الجانب ونقوم برفع الاطارات التي تحتوي على حضنة فقط سأقوم برفع الاطارات ثم نواصل التصوير حتى لا يطول الفيديو بعد اختيار الاطارات التي سنقوم برفعها إلى العاسلة في مثل هذه الخلية القوية جدا نقوم برفع حتى خمس اطارات ونقوم بتعويضها باطارات شمع أساس فمثلا في الدول الأوروبية حيث المرعى يكون جيد جدا يقومون بإضافة العاسلة مباشرة لا يقومون برفع اطارات الحضنة من خلية التربية إلى العاسلة يقومون مباشرة بوضع العاسلة فوقها باطارات مبنية لكن عندنا في الجزائر وفي معظم الدول العربية لا نملك المراعي القوية جدا فنضطر إلى رفع اطارات الحضنة من بيت التربية إلى العاسلة الآن سأقوم برفع ممكن حتى خمس اطارات وأقوم بتعويضها باطارات شمع الأساس ليبنيها النحل في العاسلة الأولى كنت قد وضعت اطارات شمع الأساس جانبا حتى في حالة ما إذا أراد النحل التوسع يتوسع فيها وفي حالة ما إذا لم يرد التوسع لا يقوم ببنائها لكن في مثل هذه الخلية أقوم بإضافة اطارات شمع الأساس لكي يبنيها النحل هذه الخلية ما شاء الله جمع للعسل بشكل جيد جدا وممتاز لم أقم بتغذيتها لأكثر من شهر ربما حوالي شهر تقريبا أو يزيد بعض الأيام لكن مخزونها من حيث العسل مخزن جيد جدا إطارات إطارات الجوانب تقريبا مدئة بالعسل كلية سأضيف الإطارات ثم نكمل التسوير الآن قد قمت برفع خمس إطارات حضناء مغلقة وطريقة تعويض هذه الإطارات هي إطارين اثنين من الخلية هذا الإطار كله مخزون كليا يعني هذا الإطار مليء بالعسل هذا إطار فيه حضنة مغلقة وكذلك هلال العسل هذا إطار شمع أساس أضغطه الآن وهذا إطار قديم من الخلية وهذا إطار شمع أساس بعد ذلك إطار من الخلية وبعد ذلك إطار شمع أساس أي اثنان واحد 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 ثم نختم بإطار من الخلية بعد ذلك نضيف إطارين اثنين من شمع الأساس أي قمت بتعويض الإطارات الخمس التي قمت برفعها إلى العسلة بخمس إطارات شمع أساس أنا الآن لا أملك إطارات مبنية ففي حالة ما لو كانت عندي إطارات مبنية أضيف لها ثلاث إطارات مبنية وإطارين شمع أساس لكن في هذه الحالة مع قوة هذه الخلية ونوعيتها وهي جماعة للعسل بشكل جيد جدا أقوم برفع خمس إطارات حضنة مغلقة إلى العسل مع وضع الحاجز الملكي في نفس اليوم أي أقوم بتركيب الحاجز الملكي ثم أضع العسل بعد الانتهاء من تركيب الإطارات فكما تعلمون عند وضع الحاجز الملكي ضروري جدا أن تكون الملكة في الأسفل فما سأقوم به الآن وأنني سأقوم بتركيب العسل بعد ذلك أقوم بنفض كل الإطارات حتى ينزل النحل كليا إلى خليط التربية بعد ذلك بعد نفض كل الإطارات أقوم بتركيب الحاجز الملكي وأعيد العسل بالإطارات التي قمت بنفضها حتى أضمن أن الملكة تكون في بيت التربية وليس في العسل سأقوم بذلك ثم نواصل التصوير كذلك أو قبل ذلك فكما شاهدتم في أول الفيديو هذه الخلية كانت نوعا ما فيها نوع من الشراسة لكن بعد أن رفعت بعض الإطارات خمس إطارات إلى العسلة أي بعض ترك مجال للنحل لم يعد كثيف جدا هدأ بشكل كلي كما تشاهدون حتى أن ليس هناك نحل يطير أو يحاول لسع فاكتظاف الخلية سبب من أسباب الشراسة حين تكتظى الخلية بشكل قوي جدا تصبح عدوانية وشريسة الآن بعد أن قمت بنفس كل الإطارات أقوم برفع العسلة من جديد هكذا مع القليل من التدخين حتى يدخل النحل إلى داخل الخلية بعد ذلك أقوم بتركيب الحاجز الملكي مباشرة بهذه الطريقة السهلة والبسيطة جدا نقوم برفع العسلة بطريقة جيدة فقط للتنويه عملية نفر الإطارات هذه تعني كثيرا الممتدئين حيث قد لا يمكنهم العثور على الملكة لكن في حالة ما إذا وجدنا الملكة ورأيناها في الأسفل لا داعي لنفط الإطارات هذه فقط كما ذكرت حتى لا نقوم برفع الملكة في العسلة بعد ذلك نقوم بإرجاع العسلة وإضافة إطارات التي نفضناها وهكذا نكون قد أتممنا عملية رفع العسلة كما ذكرت ونقوم بتعديل الإطارات وفي حالة ما إذا كانت عندنا إطارات مبنية نقوم بملأ كل العسلة إطارات مبنية وفي حالة ما إذا تعذل ذلك نقوم بإضافة إطارات شمع الحساس عادي جدا وفي ظل وجود المرعى المتوسط لأن المرعى الجيد تقريبا غير موجود النحس سيقوم بمواصلة بناء الإطارات التي يقومنا بإضافاتها سواء في العسلة أو في خلية التربيه ويجدر الذكر فقط بالنسبة لإطارات التي تحتوي على هلال عسل مختم هذا الإطار نقوم برفعه إلى العسلة مع إزالة التختيم على العسل وفي اليوم الموالي يمكنكم تفقد الخلية وستجدون أن النحل استهلك ذلك العسل المختم الذي أزلنا عنه التختيم يستهلكه كليا العسل مختم في حالة ما إذا قمنا بإزالة التختيم عنه يستهلكه النحل سواء في خلية التربية أو في العسلة لا يترك العسل المنزوع التختيم هكذا يقوم باستهلاكه كليا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الطريقة البسيطة جدا لرفع العسلة فقط لا تنسوا الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته